والعلم قال الإمام ضروري كلام مختصر مختزل ظهر فيه التأثر الجلي بنقاييس وأقيسة المناطق وقد وقع تأثر كبير من قبل الأصوليين بالمناطق المشتغين بالمنطق خاصة في القرن الثامن الهجري ما ستنعر؟ وَلِثَ أَمْسِلَيْدِهِنَّا وَالْعِلْمُ قَالَ الْإِمَامُ ضَرُورِيٌّ أتواردك الشيء ما هو المعنى؟ لأنه أشكون الإمامكي هذا ما هو ضروري المقصود يثمثان نغذجي العلماء الأصول تأثر بزاف سيوجد يسخدامنا لالوجيك المنطق علماء المنطق خاصة في القرن الثامن الهجري ميدينة والعلم قال الإمام اقصدق الإمام فخر الدين الرازي هذا هو المقصود المقصود إذن بالإمام فيما استمعتم إليه هو فخر الدين الرازي صاحب الكتاب المشهور المحصول في علم الأصول وقد توفي الإمام الرازي سنة ستمية وستة للهجرة ستمية وستة الهجرة والعلم قال الإمام ضروري والعلم معناها المقصود الدراك كما شرحنا فيما سبق العلم الدراك جازم يقيني فلا يحتاج إلى نظر أو استدلال بالدين ضروري ضروري ولا يحتاج ولا يحتاج إلى حد وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الحد والحد يفيد الجامع المانع المقصود به الجامع المانع حد جامع مانع كي قل والعلم قال الإمام أي فخر دين الرازي ضروري معنا هذا إدراك جازم يقيني لا يحتاج إلى نظر واستدلال وهو ما تحدث عنه صاحب الورقات الإمام الجويني الملقب بإمام الحرمين أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين المتوفى سنة أربعمية وثمانية وسبعين في الهجرة صاحب كتاب الورقات ماذا قال صاحب كتاب الورقات في ورقاته قال العلم العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال تمسني أرثح وجلثة مغلي يعني نظر عقلي ولا استدلال عقلي إنه كالعلم الواقعي وقى كلام صاحب الورقات الإمام الجويني كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع البصر اللمس الشم الذوق فقى علم ضروري ورح وجلها استدلال مثلا أينث ولاثيط ولاثيط أمشى دفك الدليل باللي وقيل ثوال الثات أشي نغى وقيل ذلك 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 صفي نخدمك رووجي كدنو الأدل لاوك بش دينو ذلك 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 وقيل درك بالحواس الظاهرة أينثغري الشباد ذالريحة شمي ذالريحة فاند الفلانيد كذا كذا شوث الشئني لعند رائحة معينة وتميزه عن غيره وعن نظائره وكذلك ما يدرك بالذوق وما يدرك باللمس اللمس اللوف أنا مشطح ميقر ميقر سفور نو ففو تهي يغالي السيد ففو إلا أني مولانا ففوسي سسين يدوار دينا عود فوسي تهي السيد كنك ادغاس ينففو يدغاي فهمي ذاير هذي يغالي دوار كذين افوفو هذي تدرك بهذه الأمور فالثلج باردون الثلج باردون أذفل ذا صمع ثين مست الصرغاي لها عنصراني معروفان عنصر الإحراق وعنصر الإشراق الصرغاي يستكتفث لذلك كما تسعلمون ربي سبحان ميق ميق قدر ردي يسلي براه من خالي سي ثمست أربي سبحان وليس قلنا يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم إكساس عنصر الإحراق قاين الصرغاي إيجاع عنصر الإشراق ينتظون تغسلي يرني سي كوني برد وسلام خطوك انتجا برد أذي كونجلي أذي مصمض ولكن سلام كوني برد وسلام على إبراهيم رب سبحانه هو مسبب الأسباب ومعطل الأسباب في الآن نفسه إذن هذا الكلام اسمعتوه هو كلام الإمام الجويني صاحب الورقات اسمعتوه كيف تحدث عن علم الضروري قال كل علم قال الإمام ضروري الإمام يقصد فخر الدين الرازي ترجمة نانسي قنقر